تنفيذا لتوجيهة سموي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية أكد سعادة العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهابة الخليفة مدير عامل إدارة العمل المرور أكد استمرار العمل على تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة وأشار سعادته إلى أنه في إطار العمل والمتابعة مع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قامت الإدارة العامة للمرور بتطوير 15 خدمة إلكترونية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إذ اكتملت نسبة التحول فيها إلى 100% مع تحقيق الأهداف المعلنة وأشار إلى أن العمل مستمر لتطوير ورفع كفاءة وجودة كافة الخدمات المرورية بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة وقد استندت عملية التطوير إلى آراء المستخدمين للخدمات ومن خلال ملاحظات ومقترحات الأفراد بالإضافة إلى أن هذه الخدمات المطورة تأتي جميعها نحو التحول الإلكتروني للخدمات المرورية وتقديم خدمات متميزة للأفراد والقطاعات الحكومية وقطع الأعمال وعبر استخدام منهجيات إعادة هندسة الخدمات ومنهجية إدارة التغيير والاستفادة من مجال تطور أنظمة المعلومات تسعى الإدارة العامة للمرور باستمرار إلى تنفيذ الخطط التطويرية والرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى استثمار التكنولوجيا في تطوير الخدمات الإلكترونية في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2050 لذا فإن الإدارة العامة للمرور تعمل على تحسين آليات تقديم خدماتها من خلال التحول الرقمي لضمان تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمة المواطنين والمقيمين على حد سواء مع التركيز على تبني الحلول الذكية والابتكار في تقديم الخدمات المرورية كما حققت الإدارة العامة للمرور العديد من الجوائز المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي وفي عام 2024 حصلت الإدارة على جائزة سمو ولي العهد الدرع الذهبي لتقييم مراكز الخدمة بمدرسة تعليم السياقة إنجازات مرموقة تدل على تحقيق الإدارة العامة للمرور أعلى مستويات التميز والابتكار في تقديم خدماتها وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي المستمر مما يساهم في تعزيز مستوى السلامة المرورية